الممثل المغربي محمد خوي فسبيل المرميد افبام المواجهة اليوم يحضر عندي مشخص حقيقي محمد خوي قليل الظهور خجول يتفادى الاكثار من خرجات اعلامية ويفضل الاشتغال على الكلام كثيرون اولئك الذين يتقنون فقط الكلام نعم هي دائرية ولا يمكن ان نناقش الامر لا يمكن مثلا ان نشكك في قدرة الرجل ومن لهم قليل علم بتقنية التشخيص سيقولون نفس الكلام نعم وان حاول مخرجون مترامون كثر ان يمنح البطولات لممثلين مترامين النتيجة لن تكون الا كارثية محمد خوي تألق في كثير من مناسبات بادوار صغيرة هنا لن اخفيكم سرا بان العديد من النقاقيد حين يمنحون فرصة الحكم على ممثل او مثلة فهم يختارون اكثرهم كلاما وظهورا امام الكاميرا وهو معيار مضحك جدا من يحكم يجب ان يكون مكونا والاقدمية لا تفيد في شيء ان كنت فارغا متراميا لان بروس ويليس في اول كاستينغ في مشواره قال له المخرج انت ممثل تافه وبعد سنوات تحول الى احد انجح الممثلين في العالم الى الممثل الذي عرض عليه في عام ازيد من 300 سيناريو وهو الذي يحكم على الصالح منها والتافه محمد خوي قد يكون فعلا قليل الكلام لكن في الحرفة هو ممثل كبير الممثل الكبير يقنع لكنه ايضا يخفق سنناقشه اليوم في الاف بام والنقاش لن يغير من نظرتي ونظرتكم للرجل الذي نحترمه لذلك قلت سلفا اوصد مقدمة بلحافي الصمت مؤقتا لنعبر سيم محمد خوي مرحبا بضيف كبير في الاف بام شرف لي نصدفك سيم محمد خوي في الاف بام هذا كي يبين بأنه تقادي لناس بحالك في المعيد رأى أفضل شهادة مرحبا بك سيم محمد بارك الله فيك شرف لي أننا نحضر معك وهذه ثاني مرة وهذه ثاني مرة سانتين كذب الصغر القديمة والمؤيدر كتعرفوا ونطرقوا على بركة الله على بركة الله سيم محمد سيم محمد كما قلت تقديمتها قليل الكلام ولكن بغيك اليوم تعيش معايا الاف بام والثاني الناس اللي كي شاهدونا بغيين يشوفوا سيم محمد خوي كي يعيش نقاش دي الاف بام سيم محمد خوي مين كتحط في المكان اللي كي يلاق بك من حيث الآداء وشروط العمل كتبين أنك مشخص حقيقي وهتش بغيت نقولو لك من اللول وباش نكونو واضحين راك ماشي دي ما كتحط في المكان الملائم ما غا تحتاش مني أناني مثلا نشيد بالمؤهلات والكفاءة ديالك ولكن ربما تقدر تحتاجني نعطيك مجموعات ديال ملاحظة اللي نتمنى تقبلها بصدر رحب اللي ما يمكن إلا تكون مفيدة ممكن يا سيم محمد ديالك؟ ممكن طويلة الحل واخر مصارك طويل في مجال تشخصها سيم محمد وما بغيش نقول تمتيل لأنك كتشخص وماشي كتمتيل لاتجاه دياله ديال المصار كان في منحة تسعودي انطلاقا من نصف اللول ديال تمانينات بالرغم من أن مدرسة تكون اللي تكون فيها انت ما كانش كتخرج ممتيلين من دوي الشهادة العلية وكان قصد مدرسة محترف البحث المسراحي اللي كان كيشرف عليها الرحيل عباس براهيم رغم ذلك هذا المصار بالنسبة لي كانت فيه محطات فاشيلة بغيت نعرف السبب بديال هاد الفاشيل واش من ما عرفش من ضعف تكوين أو من أسبب أخرى غيبة عليها أنا واللي انت تقدر تنورني بها اللي نقدر أول جبتي للأستاذ عباس براهيم الله رحمه الله ولي برحمة الله لأنه السيد أعطانا من قلبه وخدم معانا من قلبه يريد أنه يكون عندنا ناس المستوى ديالي يكونوا عندنا في المغرب لأنه غينفعونا في غينفعونا مشخص ويخرجوا لنا مشخصين في المستوى اللي غاديفيدونا لا في السينما ولا في الدراما التلفزيونية بالنسبة للأعمال اللي درت أنا درت أعمال اللي كنت دائما دائما هذه بكل تواضع نحاول أنني نبدأ من جهود كبير سواء عمل في سينما أو عمل في تلفزيون أو عمل مصراحي لا بد أن يملك لكن كتبقى إلا قلتي بأنه كان بعض الأعمال ماشي نقول بأنني أنا فشلت فيها بالعكس أنا درت فيها المجهود كينا في بعض الأحيان كيكون شي حاجة إما سيناريو يعني ما شي في المستوى إما كتكون كين تخصصات في هذا العمل اللي كنديره كينوح المجموعة دي التخصصات هذه التخصصات كلها كيخصها وحدة كتكمل لأخرى خص الحلقة كاملة خصها تكون كاملة كلها يعني يكون مخرج بوحده جيد وعنده ممتلين كنقول ممتلين ما كنقولش مشخصين لما يكونوا عنده مشخصين فغادي وصل العمل دياله ويوصل الرسالة اللي بغي يوصل هو يوصلها للجمهور والشي اللي كيدور ليه في الدماغ دياله يوصله يعني بدون سهولة لأنه حتى المشخص عنده إمكانيات وعنده قدرات وعنده فهمه اللي كيفاش يوصل الشي اللي كيروج في الدماغ ديال المخرج فالمخرج الجيد والمشخص الجيد والتقني الجيد هكو باش يمكننا نعطيه وسيناريو طبيعة الحال سيناريو جيد لأنه هو ذاك التيران اللي كيمكن كلنا غدين إما أنه ملعب في المستوى وإما أنه مشي في المستوى متفق معاك جملة وتفصيل أغير هو دبا اليوم كنحكمه إلى سيم وحمد أخوي لأنه والك يكون في الشاشة والك يشوفوه الناس نطلق ديالك كانت من المسرح وانتقلتي لتلفزيون وشاركتي في بعض الأعمال اللي البعض منها ما خلا حتى شيء أثر والأكثر من هاتشي كان الحضور ديالك فيها كان باهت جدا سيمو مثلا الأعمال البوليسية بغيتي مثلا نذكر لك عناوين ولا بلاش لا اللي بغيتي ما عشانا ما عنديش مشكلة أعمال لا ما خلنتنيش تذكرة مثلا راس الخيط كنتفكر ولد الحمرية كيكون نفس تقريبا نفس الآذاء بنفس الطريقة وكتحس بأن سيمو حمد أخوي يخدم ذلك اللي عنده ماشي ذاك شلي ممكن يتعطاه ورخصو يتعطاه مندي st lowered كون معا abe إنو الأداء اللي كان عندي فالد الحمرية ماشي هو الأداء اللي كان عندي فراس الخيط يعني ن Vine لمشي هو الأداء اللي كان عندي لأن samping بوحد القادية يسمح اللي كان آمن بوحد القادية نار هو أنfre رجال الأمن فعمار ماشي هو أحمد ماشي هو كده ماشي هو كده يعني كنطالق من هاد القادية كنقول يكفيني انه الاسم فالاسم فكن خرج انا كمحمد خي وكيخصني نجبد هاد حمد او نجبد عب قادر او نجبد الشاف كادا او نجبد الشاف كادا اللي كيبقى وفين كين المشكلة هو انه واحد الوقت اللي الكل ناد كيدير الاعمال البوليسية ناد الاعمال البوليسية فيعني كتبان للناس بانك في نفس ماشي انا انا عمرني دائما كنحاول بالنمطين بعد منها ولكن الناس كتفهم النمطي هو انك درت البوليسي بزاف اللي درت البوليسي بزاف ولكن من اللي كتشوف اللي تمشي وتفرج وتشوف ود الحمرية وتشوف اعمال اخرى اللي درت فيها عميد ديال الشرطة اللي درت فيها مفتي الشرطة اللي درت فيها ولكن كل واحد كنحاول نلقى ليه ماشي الشكل دياله الشكل شي حاجة اللي مهم ما كنقلب عليها ولكن كنحاول انني نلقى الدواخل دياله النفسية دياله كيفاش هو في الداخل دياله كيفاش كيعيش عشنا هي مشاكله يعني من خلال السيناريو كيخصني اللقاء الشخصية من خلال الموجود في السيناريو لما قلت مساعدة سينا ما قرنش بيناتهم غير هو كانت فترة ما شاف نفس أنا جايك أنا جايك بلاد كينا هاد القادية أنا أملكة كتبات أنا شحال عندي من سيناريو شحال عندي من سيناريو ولي غادي نقرأ إلي عندي سيناريو واحد وفيه بوليسيو اللي غادي ندير كوميسير ولا غادي ندير خلال نخدم خلال نشتغل يعني هاد مشكيل عند المشخيص المغربي كان بغيش نقول ممتيل عند المشخيصين المغاربة هو هرا هاد مشكيل وبعالمرات كان ناخده عليهم علاش متل قدرت هنا علاش شاركتي هنا كيفاش غتيشارك عندك هاد الكاز ديال الماء يا إما تشرب الماء إما غادي تموت والعطش اللي بويته وحده اختار بيدان هناك المشكيل الوقت اللي يكونوا عندي عشرة ديال ديال سيناريوات حقوقات اللي يتليفين عشرة ديال المسلسلات عندي السينيما عنده هنا ممكن وفي المرحلة اللي من بعد نساره ولو كيكون عنك سولة ما ديالسيناريو رح ما ماشي ماشي قاع ماشي قاع مشي حد نقوله كتير كينين أعمال شاركنا في أعمال كان حاولوا دائما أنه الجمهور المغربي ما عمروا ما يشوف كان حاول ما نقولش بأنني نجحت فيها المغربي ولا أي واحد شاف عمال ديال محمد خوي أنه ما يشوفش محمد خوي اللي كيشوف الشارع واللي كيشوف العادي وإنما يشوف الشخصيات اللي كيشوف وخا وخا حاليا ما بقاش ممكن سي محمد خوي ديالشخصيات اللي كان ديها دي واحد خمسة وعشرين سانة بمعنى أن الأليات ديالشخيص من الضروري والليس كتستمد على تقنية جديدة وتشغيل الذاكرة بطريقة مغيرة وبحثة على نماذيج المفروض تكون متلأمام على الأوضاع اللي والليتي كتتحط فيها نتا سي محمد وش بالنسبة لك هذه العملية كتقوم بها في تشخيص حاليا بشكل ترقائي وعفوي أو بناء على مرجعيات إذا كانت شي مرجعيات تكلم لعليها أنا معك لكن الأعمال دائما أنا بعدك هنا عندي واحد القضية هو أن أنا كنعيش كتير يعني المجتمع المغربي تنحاول نعرفه تنحاول نشوف الناس تنحاول نتصنط لهم تنحاول كين بعض الأشياء اللي أنك تفرض عليك أنك تقرأ تقرأ عليها تقلب عليها على حسب الشخصية كيف يعمل هذا الشيء كل شيء يعمل هذا المزيان اللي كيعملوه دين مزيان راح نام مزيان لك أنك نعملوه هذا الشيء أنك تبحث لأن غير واش كافي غير واش كافي لا لا ما كافيش كافي بأنه خاص يكون عندك مخرج كذلك اللي يحتوي يقوم بالدور دياله ويكون توم يتمكن من الأدوات دياله واللي أن المخرج من اللي كيكون يعني عارف حل تنقوله الحرفة ديال هو دياله كمخرج فكيناء الطرق دياله كيفاش يتعامل مع المشخيص كيفاش كيوجهو كيفاش كيديرو علاش هذي وقتش كتجي لما كيكون المخرج عنده المخرج باقي صنع عالم باقي صاوب وحد العالم دياله هذيك العالم دياله أنا ما كان عرفوش أنت ما كان عرفوش الأخر ما تعرفوش أنا كلنا المشخيصين والناس اللي مشاركين ما كان عرفوش لكن كيفاش أنه هو غيوصلنا هذي العالم دياله وندخلوا مجموعين فيه فهنا فين كيبان ولكن هذي مخرج ما عنده ما بغينش عوالي ما يخلقوا عوالي دياله ما شال عملو لا لا مشي قضية ما بغيش قضية الغالب الله جايقونا وكتحس بنتين ممتل في درجة الأولى الجمهور ما كيعرفوش حاجة ما كيعرفوش إلا 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 اللي كيشوفه في الشاشة وميمكنش اللومو الجمهور لأن أخسان وجدو بدأ الجمهور باش يفهمتش هذا الجمهور أنا كنقول لك أحد القديم أخسان جنبرو لي أنا ما عنديش أنا خرج لأن الجمهور نقول لي واوالله العظيم إلا أن الدوروف ولا كانت ولا هذي الجمهور ما شغولوش غير مزيان إن هي أوتحنا الجمهور باش يعرفي يعرفي يشوف ما فيها بس سيمو حمد المشاركة في فيلم فيلم سينما إفيدا اللي هو آخر فيلم ديال سيدريس شويكا اللي كان حاضر في المكان ديالك هدي واحد جزيال أسابيع وش كتظن أن الدور ديالك فيه كيتلقم على الإمكانيات اللي عندك في مجالك شخيص وش بنزباليك عاد شخصية كان ضروري أصلا تكون ضروري أن كنت شخصيا اللي كان اللي اللي كيدرع هالعمل ككل وكان عرفو بأن ديالك الشخصيات اللي كانوا في الوقت ديال المغرب المستعمر في الوقت اللي كانوا كانوا ناس اللي بحال اللي كان قولوا الحكماء ديال ديالك الخلايا اللي كانت ديال المقاومة اللي كانوا هما اللي كيسيروا اللي كانوا هما يعني كيعطيهم نصائح ديالهم اللي كانوا هما الحكيم بالكلام حكيم تحاول أنه يلاقي ما بين الخلايا كيحاول أنه يوصل مبيناتهم وهذا دور كان مهم وأنا في نظري بأنه كان خاصه لابد يكون الكلام ديالك أنا فهمه وأنا متفق عليه من ناحية ديال الغاية غير هو كان مزيان أنه يتخدم هاد دور من قبل هذا دور واحد آخر دور ديال سيدري شويكا وهذا السؤال سبق لي طرحته عليه اللي كان ضيف عندي وكان بلغو تحيي وقال بأنه اختار شخصيات كنت متلمش مؤامل الفئات الاجتماعية أنا هذا الجواب بكل صراحة ما كان شقناني هو اختيار كان ممكن يكون نجح لو أن المقاربة كانت موفقة بالنسبة لي أو المرة اللي كنت بالنسبة ليك واش المشكلة مثلاً كان في الطريقة اللي تعاملتي بها مع الشخصية أو الشخصية في حدتها كما هي مكتوبة في السيناريو الشخصية اللي شفتها كدك كيف هي مكتوبة أنا حاولت نبدل افتراضاً أنا نزولنا الشخصية ديالأسي محمد خوية رغم أنها رئيسية في الفيلم أشنو هيكون؟ هذا هو سؤال لك تسترح هذا في ما عفوان على حسب الفيلم أما هو الغاية اللي تكلمت عنها أنت هذه واحد دقيقة الغاية اللي تكلمت عنها أنت واحد دقيقة هذه عندك حق يعني يعني واش كان أنها خاصة تعطاها أكتر يعني مساحة أكتر يمكن شوف كتابة السيناريو عندنا حتى يرى ماشي ماشي سهلة كتابة السيناريو ماشي سهلة يعني عالش كان بعض السيناريوات اللي كتلقى بأنه ميمكنش شي شخصية تحيدها مهم ميمكنش تفكر ولا تجيك البالك بأنه تقول هات شخصية إلا حيدناها يعني ما غات ما يكونش عنده شي ما توقع شي تأتي ميمكنش يكون عنده شي تأتي لأنها مخدومة مخدومة في السيناريو يعني في المراحل ديالها في ذاك الخط التصاعدي ديالها يعني من البداية حتى النهاية شنو الدر فيمكن بعض المرات ماشي غير فهات السيناريو كين بعض المرات كتلقوا سيناريو كتلقوا شخصيات مثلا اللي ممكن أنك تحيدها فهنا منش كي يجي أنا كنظن أنا كنظن نقوله صراحة هو أنه كي خص يكون تكوين في كتابة السيناريو كي خص يكون تكوين في كتابة ناس كينين عندنا ناس كيكتبوا عندهم الرغبة في الكتابة عندهم ذاك الهوس ديال الكتابة مهمومين بالكتابة ولكن كي خصها تخدم كي خصها مثلا ما عارف شوش بحل كل البعاتات اللي كانوا كيتسافتوا في الوقت من بعد الاستقلال باش يمشيوا يقراوا باش يتكونوا باش كده وهادي وهادي فعلش الآن توقفت هذا القادية غير ورشد علش أنهم يعني الدولة ما تتقونش بهذه القادية أن تصف واحد الناس وحد المجموع هذه الإخوان تكتبوا السيناريو إذا نصيفتوهم ما فيها بس لأنه كين الناس اللي سابقين في هذا الميدان هذا والسيناريو جي جديد من الشابب أنه متخصف هذا شي هذا اللي عندهم نقلبوا على الناس اللي عندهم رغبة في الكتابة عندهم قلب مدوا عد فعبي عندك مهيبة في الكتابة ولكن ما كافيهاش ما كافيهاش باش تطور وردت لقى سيناريو اللي عندهم 18-18 العام وما كان بالغش ما شي استصغار من الخدمة لهذه الناس ولكن ما شعوا تاني الاستيسهال دي لهذا شي هذا الاستيسهال هو أخطر حاجة اللي ممكن هدا مشكل كبيرت لها ما شي كتبت السيناريو اللي ولات عندنا سهلة احنا في المغرب ولكل شي عندنا سهل الحمد لله يعني تمثل سهل يعني دير الإخراج سهل يعني دير الدخول دير التقني سهل وهذا غادي يجي واحد الوقت اللي غادي ندموع مياه كي خسنا كي خسنا نخدمو كي خسنا نجدهدو وكي خسنا ليستحقش حاجة نقولو بأنه ما نستحقش ما نستحقش السيمو حمد العدد دي الأفلام السينمائية ديالك منذ أول فيلم في 95 كانت ضن طور صغير اللي كان في البحث عن زوج مرآتي إلى غاية اليوم العدد كي بقى قليل في الوقت اللي كان ممكن يكون عندك خضر قوي في عدد كبير من الأفلام اللي حسب المشاهدات ديالي عندك مكانك ومكانتك فيها هلش كتفضل تليفيزيون السيمو حمدو كتهم بالسينيما؟ تبقي نقولك بأنني أنا كنتألم بوحد شكل كبير هلش؟ وكيفما أنا كيفما أنا عارف عارف بأنه كينين إخوان آخرين مشخيصين كبار مشخيصين ديال كيفما تنقولو ديال القلب كيتألموا وكينموا عنات أنا نقولك واحد القضية بأن مثلا أنا جي عان ماشي جي عان من الخبز؟ ايه من الاقتراحة ديال جي عان من أنه في واحد اللي كنقول الشخصيات اللي بغي اللعبهم وبغي ندير هاقده وبغي كنتفرج في أفلام يعني أمريكية وكنقول لاش إحنا من نتالى هذه الشخصية بحالكم ما نديرو إحنا ما نديروش بحالكم ممكن نديرو ولكن فينا هي ما كيناش واللي أكتر ملكي أكتر هو أنه السن أننا كنزيده في السن لأنه ده ممكنش يلعب شخصي اللي عنده خمسة وعشرين سنة أو ثلاثين سنة يعني هادي يعني ضعت فيهم وأنا ما ما شتغلتش فيهم بشكل كتير وكنتدخل كانتشوف أفلام مغربية من اللي كنتفرج كانت بالي شخصيات كانتقول ده بصدق كي يجو مثلا كتيرا حاتم عند مخريجي لا داعي لذكر الأسماء باش نتفادوا إحنا الإحراج مليك تقرنت في سيناريو شي حاجة اللي يعني سيناريوهات كتشبه بعضياتها تعرف بأنه غادي تلعب دور وكافة وش ومضطر أحيانا أنك مليك ترفض كل شي ما يمكنش ما يمكنش شو كيكون إحساسك وش مازيج من الإحباط و أهلا أو لك تقول لننطالقه ونبينا عليه السلام أنا كنقول واحد القادية تصور أنني كنوصل دي المكان نحس شبراسي بأنني فنان أو كندير الفن أو مو شخيص ما داخلش لي البالي أنا قا ويمكن الناس في الحي ديالي اللي كيش يشوفوني كيفاش كنتنقل في الحي ديال العكاري كيفاش كنتنقل كان أعتبر لاسي واحد خدام في بانكة واحد خدام في وزارة أنا خدام كندير ديالي الخدمة يعني إحساس بإحساس ديال أنني نعيش بأنني فنان وبأنني كده سيم محمد بزاف ديال الحويج أولى بعض الأدوار اللي صفقوا الناس عليهم بزاف سيم محمد أنا شكل فيهم وحش في ديال الإزعاج نعطيك مثلا الفيلم ديال ساميرا في الضيعة اللي اديتي فيه دور البطولة هو فعلا كان ربما أقوى دور اديتي في في مسارك سينمائي يقدر يكون هذا الأمر صحيح بالنسبة لهذا البعض اللي كي يعتبر اللي كي يقول هذا الكلام هذا ولكن كندرنا أنه كان ممكن في بعض المواقف فهذا الفيلم تكون في حالة شخصية أقوى وأرفع أو ما حسيتش من شفتي مثلا فيلم بأنه كان هناك أحيانا بعد الارتباك وضرورة تعمق أكثر في التعامل مع حالة العجز الجنسي سينمائي محمد سينمائي محمد أنا إلى إلى شركة دون شكادي تكون شفتي العمال إذا كنت ملكا نخرج من اللوتيل وكنت أنا والأخت سناء مزيان والأخ يوسف بريطل كان نمشيه في الطموبيل باش نمشيه في البلاطو لأنه دماغي كله مع ذلك الإنسان وأنا حاولت 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 واش نجحت أو ما نجحش مهم حاولت أنه من دير جوك الكليشيات ذلك اللي ظاهر اللي ظاهر على ذلك واحد الإنسان اللي عنده واحد العجز الجنسي لا بش بش بضرورة ظاهرة هيد كالخص تتعطينا الحالة اللي عاشتها الشخصية اللي موصابة بالعج وتعطينا الدعف اللي كي ولي هو مصدر قوة الفيلم من سيسا السينيما سيسا السينيما سيسا السينيما نحن نعطيت هادا الشيخاص نكونو كنا نعرفوا من يكونو كنا دي أدوار في السينيما اللي ماشي هو تلفزيون نعم اه مني أنا أو من كيف قلت كيف قلت في الليبنة وكل حاجة كتكمل هنا أنا خصتك تشوفني أنا كمو شخيص لأنني من كنكون كنت تكلمني كنتم في هذا الفيلم أنا مني كنكون كنشخص مشغوليش في شي حاجة أخرى مشغوليش الكاميرا أنها تكون هنا أو ما هنا أو قبط هنا أو ما هنا ذلك شي مشغوليش أنا اللي كان كيهمني هو واحد الإنسان عنده واحد المرض اللي خربق ليه حياته كيفاش غدا يكون كيفاش غدا يحس به كيفاش الداخل دياله كيفاش الداخل دياله كيفاش علاقتهم مع الناس كيفاش علاقته وهذا الشي كان دون بأنه في هادك الدور بأنه ما غديش نقول لك بأنني رانجحت فيه وإنما أديته بكل صدق وكنت أنا مرتاح لها هذيك الشخصية مرتاح لها بززاف وانا كان أديها أه لا ما بنتش لك أنت لا أنا كيما قلت لك أنا فيشك سيان جوة بسيكولوجيك أي نريد نشوف مثلا ديك الضعف اللي كيريره هو المصدر ديال القوة للفيلم يابا واحد ما نقدرس نجاوبك على هذه بكتر ما هادش اللي قلت لك هنا اللي قلت لك هنا هو أنه هادش اللي تتقول أنت أنا عند بالي وماشي عند بالي بأنه تملي تفرش في الفيلم مرحبا كين في الشخصية أنه مكينش في وع 2012 أشوف الحالات شوف الحالة اللي كان مع اباه واللي كان مع مجد الله الرحمول اللي كان هو الأب ديالي وفي الكروسة ويعني كتر من داك كتر من داك شي كتر من أنه الإنسان يعني اللي كي هذه انطلقت من هاد القادية وكنت ناجح فيه واخ ماذا ماشي واخ ماذا احنا الان كانت تكلموا على قوة الأداء في سينما وخاص محلي ما كان بريج نقول لد كنت ناجح لا را كنت ناجح في بزاف دي المحطة من حياتك المهنية وهدي ماشي كلام كنقوله غير هكذا لا تكتعرف بأنه احتى هذه الشخصية كانت واخ ماذا احنا الان كانت تكلموا على قوة الأداء في سينما سي محمد بريتك تشوف معي واحد الحالة الشخصية اللي اديتها في واحد الفيم وخا نجو انا قلت لك اشترى لي ما تصدقيش ما رتيش شربتني السم تافكت يوفح صاحب اللي كان قسم طاكسيانوية ولكن انا انا عندي الدار وو ما عندوش تكشيل اشتماع فيها وهيش اشبافي ما عارض ونالا اللي ما عارفت ما ما عندو فلوس وما عندو شعر والو بحرك انت شريت واحد دويره وياخدوها لي بغوا يقتلوني قدرت لي شي حاجة في القهوة لي عارفة اني عزيزي علي القهوة في العشية ومن اللي دخلت ديك النهار بقيت احاطة لي الكهس غير شربتوه انا حسيت بحالي لزيز وارد كي قدتع لي فمسار واني عزيزي علي الناس نحن بحير اسحاب لي من شحال من بخيزة عملتوا فيها؟ يعني شحال عودتوا من مرة هاد القطاع هادي؟ لا ها ما القطاع ها؟ صعب الحال يعني؟ لا ما قدرش نقول لك أنا عاد جاوبتك في اسميته قلت لك بأننا ما كان بقاش عارف أنه هو وش الكاميرا هنا وش حال أدوث يعني كوبي كان مشيك يخصين بقام على البرقصناج زيد غادي نصوره وكان ندخل قدام الكاميرا يعني باش نقول لك باش حسبت ما انت مثلا هادي المخيطة عادة اللي شفناه كيدكرك دكرة زوينا أولاد ماشي زوينا بزاف؟ لا هتدور هادة اللي كتبت كان هتدور على الشخصية على طارقتي طارقتي أنا في التشخيص دياله أنا ملي كان شوفه دابا ملي كان شوفه دابا ما كنتش فيه عميق بالشكل اللي كان كيخص يعني لابغت تقول بحلة كانت هنا الحرفة يعني يعني وكينا هاد القادية وكينا قادية أخرى وانا كتعرف يمكن كنت باقي ما اخترتش باقي ماشي بحال دابا كيفتن دابا كيفتنقول لك مما فاديك الساعة من اللي شفته كنت عاش بني وكنت مرتاح لكن ملي كان عاود نشوف كاين بزاف ديال الأفلام دابا و بزاف ديال الشخصيات اللي لعبت ملي كان بدنا نتفرج فيهم دابا كنت بحال اللي بغيت تقول في العمق ديالي وصلت هنا تنقول لك كنت نوصل لهنا كنت نزيد ندخل أكتر كنت نعمق أكتر كيبال لي بأن ما كنتش أسميته هذا المشهد اللي شفناه هو أول لقاء بينك وبين منافته اللي من خلاله ستحاول باش تتقرب منها الرجل كيعاني من أعطاب نفسية هو سعني جوف بسيكولوجيك أعطاب نفسية وعنده عائق تواصل مع المرأة من خلال جريبة كما سمعنا جريبة فشلة مع مراته كيبغي يعود بناء شخصيته من جديد ببدل واحد المجهود في عمريات الخروج من حالة الخجال والإحساس بالضعف إلى الظهور بمظهر الرجل الجدب واللي عنده قدرة على إغواء المرأة أنا كتبلي هاد الحالة تشخي سياسي محمد اللي عندها كان عندها متيداد في باقي مشاهد الفيلم كنت في نظاري خلافة الرأي اللي قلتين انت كنت كتأهلك باش تاخد جائزة أفضل ممتيل رغم الحيز الضيق اللي كان عندك في هاد الفيلم هادا راح هكدا كنقيس وتشخيص وهاللي اللي جانت حكيم عندنا ربما ما كنت تفهموش راح كنتي مزيان في هاد الفيلم محمد ومزيان بزاف وحساب الحافلة مثلا ملي كنشوفه ربما عن غير قصد مثلا كنسبان يديك بحيلة عرقانا هنا ممكن انت ربما لك تقول كان بإمكاني نزيد لكن راح تدور ديك فالفيلم هادا راح كان مزيان وبمدة اللي كانت قصيرة مش خيص اللي يحامل الفيلم هش كنقلك هنا قلك يعني هنا في هاد الوقت اللي شفت أول مرة شفت الفيلم يعني عاجبني الدور وكنت مرتاح في الدور وخدمت عليه ويعني حاولت نجدهد ولكن دابة دابة كنت تقدر تزيد دابة ملي كنشوف تم قول كنت نزيد نزيد أكتر يعني حتبت الحالة يعني في شكل وتمونة كنت مونة مونة كذب قال مونة مونة راقب قلسة هي لأنها تلقل سادية لا كيفاش قلسة هي كتزيد فملي يعني ملي كتكون الكورة ما بين المشخصين يعني حتى هي رامك التحرق مولو ولكن في هادك الشوفاتي ألا هي اللي كتعرقني أنا هي اللي كتجينة في الواقع في الواقع وانا كتكون قلس بحل هذه القلسة يال هذه المسألة الكورة باشي فهم المشاهد معانا مثلا في جنال الكرمام عاسي بستاوي الله يرحمه معاسي راما شي إنسان ضروري غير تشعل الكاميرا يبقى يتكلم كتير لا 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 يمكن الله يرحمه البستاوي في جنال الكرمام عامل جميل جدا ومحبوب عند المغاربة وتحية الأستاذة الفريدة بورقية على هادك العامل وشوف الكاستينغ لي كان باش نعرفوا بينه الكاستينغ راما شي هو نجي بجوج ديال الناس اللي كاده ومبعد ندور به بحل مجموعة ديالنس وعنه متجريبة وكالي مبتادي انا ما شدد المبتادي وكل شي تفتح لي الباب مزيان ولكن دائما اللي كيكون جنال الكرمام شكون الأدوار يعني الأدوار الأولى فيه شكل فيها يعني يعني هنم أي واحد هدا تكلمتي معه يعني فاهم الحرفة الكلام اللي كنت قلتو على الفيلم ديال بطريق العيالات هالشي كامل اللي قلتو بخصوصها الدور ديالك فالفيلم ممكن نقول الأكس دياله فيلم المسيرة ديال الصديق يوسف بريتل اللي لابتي فيه واحدة شخصية بنت مقحمة والأداء ديالك فيه مجرد تمتيل استحي مدارة للفراغ الشخصية هل المسألة صعيب نختلفوا فيها دباسي معمد أولا لا أنا ما يمكنش نقول لك لأنه أنا والأخ الشوبي بالعكس كنا تم في كان عندنا واحد الحضور كان حضور يعني متميز في العمل وكان واحد تفاهم بشكل كبير وشخصيات بالعكس كانوا مرسومين لأنهم كانوا من قبل هم هادو واحد يعني اللي كان مفكر فيهم المخرج بشكل جيد اللي كان بلغوه تحية وشاب اللي الأكيب بأنه غايزي لا لأنه كي يخمام وغادي مزيان وغادي يوصل ويعني ما شي سهلا أنه كي يقبل الملاحظة كي يقبل الملاحظة يعني احتف هنا من اللي كان كي يجي ويهدر معنا كنا كان قولوا ليه ملاحظة تيقول كوي هادو كينا تيقولنا هو ملاحظة ديالو وكان قولوا ليه وهذا النقاش هذا راح مشي كي ينقص من المخرج بالعكس هذا راح كي يزيد العمال وهذا هو اللي خلا وصلنا أنا نكون نسي جام لاش أنا وشوبي من واحد الكمبيوسي ديالو مش خيسب لجوجة الممتلين ما كافياش باش تصنع لها أنا قلت لك أنا قلت لك في اللوة بأنه كان واحدة مجموعة ديالتخصصات راح خص حاجة واحدة تكمل أخر إلا كانت غير شي وحدة نقصة راح كتبان في العمل إلا إلا انتقلنا للمجال التلفزيوني تبارك الله عليك عندك في حضور جيد ومشاركات مشرفة سي محمد ولكن كين أعمالي بتأكيد أنك أنت واعي بأننا يمكننا تابروها حوادث سير في المصار تلفزيوني ديالك نطلنو شي شوية على شوية من هات الحوادث نشوفو صنع كانت حوادث نشوفو شي مقطع من نشوفو حنا حديث وخايا أوي كيف تحديد الحروب هذه العملية؟ أي حالَ الشعور وشك ما مجدف مع البرارة؟ لا أحب بالشعر لا أحب بالشعر ماذا مجدف؟ أوي قسنا شي مرد شي مرد شي مرد أنا قوم بكبر تستقنع العديد للمجال حديثه هل هذه حديثة أو ليست حديثة؟ حديثة حديثة لكن صافي ما عادش أنا قطعت الشي دي اللي تيقولوا لي هما اللي تيسميوا الكاميرا الخافية و هادشي قطعت ما يمكنش يسمحوا لينا إلا شي مرة خربقنا شوية كي حيث دبا مش كي كتتقوا مثلا من خلال هاد الأعمال ان الجمهور كيتق بكم كتعملوا كاميرا خافية نعم عارفين بأن الجمهور شوف هادشي رأى إحساس ومشاعر هادشي رأى شوف دنادم اللي كتكذب عليه هك يحس بك علشان أنت نقول لك ما دار نكون كنا هضروانا وياك ومعانا شي واحد ثالث وغادي يمشي وغادي نقولوا ما تسيد الله عمرا دار طايلة الكلام ديالو باش تيعجبني دائم ويقدر يكون واحد آخر ومشين نقولوا وش حالتي يمتلها وش حال فيديال تمتيل علش لأنه ماشي صادق وجاي يكذب علينا وكده والجمهور رأى الناس رأى الله سمحني نقول لك هاد القديلة كانت لقى مع ناس يعني تقولوا ملاحظات إلا داك شي عجيب وهدك شي يخلعني أنا هو أنهم داك الملاحظات ديالهم وكيفش كيتفرجوا كيفش يعرفوا فورما كانت مرت هاد الحلقة هادي فجاي سيد كيسوني قال لي بغيت نسولك اما شي شوية كتفهم فهذا الشي هذا ولا كتعرف فيه شي شوية فيه كانوا عاملين ميكرو واش ميكرو كرافات ولا ميكرو كانوا عاملين يعني نوصل معارف بإنه والأمر ما شي كيف ما فيه شي واحدة نسبة كبيرة للصدق وإنما عبر المرحلة أخرى يقولونك فين كانوا حاطيرهم الميكرو ايه على كل حال نخليوا هاد الحاديثة ونشوفوا حاديثة أخرى نتمنواها الله أقل ضررا من السابقة نشوفوا واحد مشهد واحد أخر أقل ضررا من السابقة نشوفوا بارك الله عليكم بارك الله عليكم بارك الله عليكم بارك الله عليكم والله أرحل وواليدي سيدريس خلنا نمشي يا صاح في نشطنا شكوينة باركتنا نكيدينة اللي نمشوفوا أنا تحمرت طلعب أخذنا من جيت خديجة هو اسمتها والاسميه ومان قولوا اليوم تعاشر هو السبت الله تعجم خل نطح لك الجهت عيباد الله منطح لك الجهت ما عرفت يوم تفل لوجه كلهم مرح فريقا مرحبا هذه حدثة اقل من دران السابق الله يمح حدثة بالله هذا الحدثة نفرأي بقى ما زل مازال عليها العام وقيلة لا بقى ما زل عليها العام وهذا كان عمل كان عمل أنا نقول لك كان عمل جيد هذا ومدىس في رمضان حتى المن بعد يمكن إلا ما عجبك شنته حشرة عادي حكين بالزاف ديال الناس اللي قدر يكون ما عجبهم ولكن فيه مجهود وفيه تشخيص من قلبنا كنديروا أشياء من قلبنا فيه تمثيل من قلبنا هنا عادي ما نتفق شاي معك فيها بجيء دا سي محمد وش كنتعتقد بأن الجمهور المغريبي بحاجة مثل هذه الكوميديا الجمهور المغريبي يشوف أنا نقول لكو حد القادية داك شدي للسيد كوم يعني أولي تنقول بينه بلاش منه لأنه غاد يعلم المغاربة الممتلي المغاربة والمشخصين المغاربة غير يعلمهم من العقز لأن فيه واحد الخدمة بواحد سطرعة كتيرة بزاف اللي ما كتخليش لك حتى الوقت في أنك تخدم لأنه كي خاص تخدم السيد كومي كان نسمعه عند المريكان كي يقولك بأنه والله أعلم أنهم تخدموا واحد المدة دي الأسبوع وما تيدربوا وأسبوع دي التصوير وأسبوع باش يخرجوا لك حلقة وحدة إحنا في المغرب كيدروا حلقة في نهار در إضراب دي النس اللي كي يشتغلوا لأنه خدموه لأنه خدموهم ثلاثة دي الأسبوع في الشهر كتر من هذا لكي بتكنيكا دي قالوا لما يمكنش أنا تخدمني كتر من ثلاثة دي الأسبوع في الشهر وأكتر من هذا هو الوقت كي قلتك كي يخدموه أسبوع كي يحبسوه أسبوع وإلا ما أجيبوه الوقت يعني بقي رمضان بقي لها شهرين يالله بدأت تتصوير لكي شعر لكي أنا ما تفقش معك أنا عاف بأنه مجهودكين خدم أشوف غير أسمع لا 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 أعطيك لأخي أنت ممتيل كبير وكان أحترمك والجمهور كي يبغيك الحمد لله راه هاد النوع دي الممارسة خاصة يتود عليها هاد نهائيا اسمها تقبية أنت راه دي رجع أو تاني ونقول لك أنا عندي هاد العمال يا إما نخدم فيها مهم قاقا راه شوف راه مشكي المعوص راه معقد عندنا في المغرب راه الناس في المغرب اللي كي يخدموه في هاد الميدان كنهدر على الحقيقيين مكي اللي ماشي حقيقي رقي يخدم هنا ويخدم هنا ويش دير هنا ويدير هادئ ويدير هادئ بزاف دي الحواج ومهم بحال تنقولون جايب الخبز ولكن لا بغيتي أنك تختار الأعمال كيف أنت مشيها كيف أنت باغيها كيف أنت كتخيلها أنا عمين كيش غاد مشي نقلس في حالي مشي نقلس في حالي صافي يعني ندير شي محلابة ونقلس في حالتي مشي نرى كين بزاف ما يدار ولكن ما اللي يجي أنا واشا نكرات أنه يكون عندي السيناريو جميل جيدا مكتوب بشكل جيد وكده كلنا خدامين بوحد ونمتعو لي أنه وخصك تعرف في حالة القادية أنا اللي يدرت شي عمال سيمانا ولا كتر ما كان خورش من الدار حتى كان نجي كان سوء العائلة بدوا يجيبوا لي الأخبار دي النار بعجبهم أو ما عجبهم عاد كان اسميتو كنت تعرف أنه واحد القادية ونعودة لك هاديرا مشي عاد رهما نقديم كنا شاركنا مع مليكان عباس براهم الله يرحمه وشاركنا في سباق المدن في سباق المدن درنا واحد المصرحية وصورها المصرحية كانت عند الجمهور شي حاجة لعجبات الجمهور من اللي صورناها المخرج الله يذكره بخير اللي يجا صورها باش تدوز في سباق المدن وإحنا ممتلينا الرباط في المصرح يعني اخداها من هنا ومن هنا من اللي يجاوا الناس كيتفرجوا بلنا إحنا كننقزه وصفي وهذا كانوا المجموعة كلهم الإخوان اللي كنا عند عباس براهم سميناه اليوم الأسود لأنه كان عندناك حل كنتعرف هذي الليلة اللي داز في هذك شي وإحنا اللي جيبنا النقطة إحنا اللي خسرنا الرباط كان فيق مع السرية الصباح وكان خرج باش كان مشي المصرح مع عمر الخامس وكان هوداء لأقصر البحر وكان هوداء لأقصر البحر وكان بقى غادي حتى ال لابلاج ديال اسم يتوع وكان دوز وكان بقى تما كان دور وراء المصرح حتى الواحد الوقت هي باش ميشوفون ايش وفي العشية ملي كنسالي والتداريب بس مرام لاش كندير كان رجع لشارع النصر في الظلام يعني واحد المدة ما نكذبش عليها حقيقة مدة ديالشهر ما بغتش تهدم الكلمة يعني بعد مرة تركيحطوا بنادم في هاد الوضع ولكن هنموش خيص في المغرب يعني صحيب باش ندون برودي علش درتي هكوا علش ما درتيش علش شاركتي هنا علش ما شاركتيش وفروا لنا عجيبوا لنا أعمال في المستوى سيناريوات مكتوبة مزيان المستثلة عد صورتين معا كانوا الناس يديروا يديروا مسلسل في واحد شهور ولا عام وإحنا كنديروا واحد اللي في شهرين أرى ما كافيش وارك شاركتي مؤخرا في مسلسل مع عب السلام القلاعي عين الحق كانت عنده مدة على الأقل هذه المرة ما هيكونش مسلسل اللي تصور قبل شهرين من عب السلام القلاعي وكان هو يعني كمخرج وتحية لعب السلام خسوجي خسوجي وخاصي محمد ما بقناش وقت كبير كنت ذكرتك معنا قيب الممتلين مسعود بوحسين منين كان أحضر معنا في البرنامج وكنت كان دافع على الوضعية ديال الممتلين اللي بحالك بحال الوضع ديالك ممتل ماشي ممتل ومو الضف الآن يعني ممتل مجال الاشتغال دياله حياته هي هاد الحرفة هادي طلعتش في على القانون ديال الفن والمهان الفنية بالصيغة دياله النهائية اللي يصبح معمول بها؟ مازال حيث في كلم كتير ممكن تكون على الحماية الاجتماعية بالنسبة للممتلين اللي في نفس الوضعية ديالك واللي مازال فيها الضبابية وحتى مسألة ديال التعادو ديال را عندكم فيها مشاكل انت هاد شيء ما عرفوش يعنيك مشكل مباشر ما لهم تعنيني للتعادو ديال ولا النقابة ولا اي حاجة تعانا الوقت اللي كيكون الوقت بجانا نحضره وانا نشوفه تعادو ديال فناني في بعض الأحيان ما قادرين شيعتوتا قادر ديال الاشتراك اليو سبعمية الدرام في حين انه كيتمرعتين ماد على تمويل وزارة التقافة والمدير ديالتعادو ديال عنده فراتب شهري دياله قرب واحد تلاتين الف درام الضبابية ونبينا عليه السلام وانا خسين سكوت شوية لا ما عصي جير بالعكس هاد شي كنت تكلم في الاخ شو بيه وانا كنت من الناس اللي جساندو تنقول لي بانا وكتبتها لي بانا انا معاك فاتش اللي كتقول كله كينا الحقيقة يعني كيخص بالعكس كيخصتش يتحارب فإلا بغينا نزيدو القدام إلا بغينا نزيدو باش هنزيدو القدام نزيدو القدام على الأقل نكونوا واضحين ولكن اللي خايب هو انه انت تهضر على هادي ومن بعد علش من لي ما كان هضروا على شي حاجة ونتكلموا على شي حاجة وكيخص شي حاجة سواء على على الدروف ديال ديال الفنانة بصفة عامة في المغرب وبعد كيخص هذه الأشياء هادي تغير لانه الدور ديال الفنان والفن في البلاد كيخصوا يلعب دروف المجتمع يعني كيبال يبنوا ما لعبش دور دياله وبحل الفن شي حاجة لي ممكن راه الناس كتدير الفن وصفة ولكن باقي ما كيناش سياسة واضحة واللي تدخل فيها هاتشي للتعرض ديال ولا قاعد الأشياء كلها تدخل كلها تكون واضحة كلها تكون واضحة نكون تفيدورة 2017 الآن وحنا بقين تنتكلموا على القانون على هذا وش هذا والتعرض ديال وفي اللي تقول لك تقول خاصة نوصله باش أنه الفنان يكون قادر أنه يعالج نفسه يكون قادر على الأقل يرتاح نفسانيا نفسانيا غير الفنان في المغرب يل يرتاح غير نفسانيا بزاف ديال الأمراض غادي تمشي منه قاعي لك وكينبزاف ديال الأمراض اللي كتجي وكينبزاف ديال إخوان اللي الله يرحمهم ماتوا بحل شكل ديال الفقصة بحل بنادم كيبقى يردل دماغه كيبقى يفكر كيبقى يخمم كيبقى يعني هذيك شي كول شي كيتعرم عليه واحد الوقت اللي كتخرج لي شي شي حاجة في ذاته ايه واي الله الله يقد الأمور سي محمد أخوي نمرو لمرحلة أخرى نعطيك صور أو مقاتل فيديو ونخلي لك التعليق لكن بشكل سريع نمشيوا مشيوا سيد شوفوا صورة الأولى سي كامال مخرج مخرج فنان مبدع مبدع حقيقي صراحة مبدع حقيقي إنه أنا كنتمنى أنه يدير يدير الإخراج كل ما هو فني ويبعد على كل ما هو مادي أي أنه دك شكيل الإنتاج وكذي يبعد عليه كنت يسبب حقا دياله شوية لا أما جيت في الأخر دياله كنبلغوا سي كامال كامال تحية مبدع حقيقي أنا قلت لك مبدع حقيقي ما بكينش ما هذي لا نقاشة فيها ولكن كنت يخصوا يتفرغ بحالي كان قولوا أنا شاركت في أعمال معا اسمح لي ممكن نقولها لا لا طبعا طبعا هم اللي كنت كان مشي الورززات وتاه هذيك ما بقيتش كان بديكاستنغ و هذيك تقول بلاش عمل مغربي ونشوفوه ويشوفوه معايا المغاربة ويحكموا عليا المغاربة ولا شي حاجة اللي أنا ما نشوفهش يعني كتشوف أنه المخرج ما شغلوش في شي حاجة ما يدخلش في حويج ما تشربو الماء أو تنعسو الممتل نعاس لما شغلوش هو هو الهم دياله هل هذا كامال كامال نتمنى أنه يكون نشوفو الصورة الثانية أستاذة فاريدة بورقية تبارك الله عليها فاريدة عمالي دووزنا منها أعمال وعندي معها أعمال لي سهل ما سأنا أعطتك دواسي محمد أعطتني شخصية ديال القيد يعني أتصور أنني كنت في ورزة ذات كنت في عمال ما فدكش ديال لابيبل مع الميريكان واتصلت بيها وصيفت لي السيناريو التمى مع أحد الأخ اللي جابوا لي التمى حتى لو طيل قالت لي يا رب تقرأ وبقعت على اتصال أنا ويا هاد شي ربي اللي يشهد عليه كل مرة كاتصل قرأتي فين وصلتي فين وصلتي هادي وشفتي القيد وشفتي ويعني كيفاش كتشوفو هي كيفاش رؤيتها في كده فهدي ومن ثم يعني من اللي جيت أنا قرأت السيناريو خرجنا هديك الشخصية اللي إحنا سعادة أنا عجبات لنا المغاربة واخا وإنسان اللي كتشتغل اللي ما كتعياش واخا نشوفو المقطع ثالث شكرا 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 بخصي شكرا نتكلم كتير أجشي من تكريم ديارك فمهرجا من ديام راكش دولي ما شكرا هميش نوكنك يقولك بخصي إحنا في ساة اللي كانوا بغاي عرفوش كنا كانوا كنا كانوا كنا كان قولوه الحمد لله أحنا قبصة رصبنا لك شي كنا كانوا كنا كنا كان واحد يصبر، كان يصبرني، وكننا مآمنين إنه واحد إيمان كبير بزعب دي لأنه غادي نصبر يعني أنت تكرمت في هذا المهرجان لي هو مهرجان كبير وحتى أنا تكرمت وهدي يلا دا دا هو الحديث اللي كان بنا كنا فرحانين بزعب دي لحمد لله النهو الشي اللي كنا كنت تكلموا عليه يعني ماشي وفصلنا ولكن مهم إحنا غادي نفترق كان إنسان عظيم جدا ما كانش بإمكاني أنه أنا مر المواجهة بدون من قلب كبير صراحة يعني كيبغي الخير يبغي لكيبغي الخير ما كانش اليوم لي كيمر وما كيكونش معاكس كنا دعيم أن التفاهم اللي وصلنا لي في تشخيص علش وصلنا لي كنقلسوا في القهوات لنتكلموا على التشخيص تكلموا على كيفاش على كيفاش على كيفاش على الإخراج على كيفاش الكتابة على كيفاش والهم الهم هو هو البلد كان عندنا هذا الهم دائما هو كانت يقول كنا نقوله البلد هو كانت يقول البلدة والله العظيم لكنت كانت تكون غاديا نوية لشي مهرجان وغاديا في قموبيل دياله وكانشوفو شي قنطرة صايبات ولشي طريع تيقول يلا شوش المعبدال البلدة هوا البلدة رغادية وتنبدو وفرحان لش من اللي كانشوفو شي حاجة جميلة جدا تصوات في البلد ولأنه باش تكون وتعطي كيخصك أولا تكون عندك علاش نتاج شي وش عندك شي بلاد وش عندك شي أرض وش عندك شي شي حاجة كتنتامي لها أو اللي غير غادي سارحها فهذا هو اللي كان كيجعل من هذا السيد أنه وطني بزاف يعني لا يحمو والقلب الكبير يعني يبغي لك يغير الخير يبغي لك يفرح محمسين محمد البستاوي مرحبا وخا نشوفو الكاريكاتور ديال اللي خس كبير السيخة مرحبا 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 هو من ناحية الفارس فارس سينيما المغربية هو ولكن واش سينيما المغربية مدهي ماريا أولا 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 أشتلا روائد كيدات في ها وقفزا ما عاشت أرجح أولا كما قلت لك واحد قايد مثل هلاتي ايه ورا ورا وكي أحفظ المقامات ورا مقارنة بكاريكاتورة أخرى رأى اليوم أنا سعيد أنه ورا بدأ على الأقل تحيالي وسينيما ديالنا كنتمنو أنها تستعد لعافية ديالها أميتنا أولا تزيد القدام رأى شي كله كان عملوها سيمو حمد كاملي من أجل أننا نزيله القدام نزيله حسنا ومتافقنا ولكن أرسميكم بزيئا زع ما كانت من الكاريكاتورة أروادك نفوادك صلعه إياه من أجل أنك تبارك الله بعد أجلNO أخا تبارك الله عليه تبارك الله عليه تبارك الله عليه خليد الشرادي سيموحمد أخوي أنت لا أمرش معك الكاتارسيس لأنك كانت كاملة كاتارسيس أعرف لي أنك حضرته بصدق لأنك عادة من الإنسان الذي ولد الحرفة لم تتصل بك لم تتصل بك لأنك تقنعه يحضر لما تصلت بك سيموحمد كان أرحب بالفكرة وانت رك أصلاً عارف فين جاي وعند من جاي والجربة دي الأفبام كانت منها تكون تلقى فاخور بها سيموحمد لا قد يتوقع دائماً في الداكرة لقى دائماً في الداكرة تجربة العبر من إداءة التلفازة تجربة دي الأفبام من إداءة التلفازة حضرتها فيهم بجوج كيف قلت لك؟ تعقلت لك؟ قلت لك بأننا في المغرب محتاجين أن يكون عندنا برامج من هذا المستوى برامج اللي كانت تكلموا فيها حقيقة لأنه باش نزيدوا القدام كي يخص نقولوا الحقيقة لبعضياتنا باش نزيدوا القدام يعني مخصنش ننافقه باش نزيدوا القدام كي يخص اللي مو بديع نقولوا لي هارك مو بديع واللي أعطاشي حاجة لهذا الوطن نقولوا لي تبارك الله عليك رك أعطيتي وما ننسوش وتقافة الاعتراف مزيان تكون عندنا سيمو حمد خوي فرسك ما نزيد تكلم على الشي اللي قلتي حاجة وحدة أفهم شينو ونفيسا بياه على ميديعن إلى الملتقى اشتركوا في القناة